من خلاف دعونا اليوم نجرب أن نغوص فينا في أعماقنا دعونا نجرب أن نعانق أرواحنا دعونا نجرب أن نعانق في الأرواح اختلافاتنا ها أنا أمامكم بلوني بشعري بشعري بأطواري بأفكاري أنا لا أخافكم أنا لا أخاف اختلافكم عني لأنني منكم ولأنكم مني دعونا نخلق فن دعونا نغوص في الحلم لنرسي ثقافة بلا سخافة ليكون الرقي فينا هو أسمى خلافة دعونا نذوب الأعراف والأجناس والأطياف والأفكار والألوان والأديان ولا نرى سوى الإنسان شكرا السلام عليكم جيت عندكم اليوم بشتشارك نشارك معكم واحد القصيدة الأنيس شوشان شار تونسي كلمة جد مؤثيرة عندما أنا عميق نتمنى أنكم تسمعونيها وخلوا لي تعالى أخدياكم سلام عليكم وعلينا سلام سلام إليكم وإلينا سلام سلام على من رد السلام وسلام حتى على من لم يرد سلام بسم الرب السلام رب العباد الله الصمد سلام ترعرعن فيه سلام معجون بأرض هذا البلد سلام ما عدنا نسكم فيه سلام ما عاد يسكم فينا سلام سلام نراقبه وهو يحزم حقائبه ليهجر رويدا رويدا أراضينا ويحل مكانه تسليم واستسلام لتأسل من لا إسلام فيه كأن إسلام أجدادنا ما عاد يعنيه أتدرونا لما يهاجر مننا السلام؟ أتدرونا لما يعم فينا الظلام؟ ببساطة لأننا مجتمع يخاف نحن مجتمع يخاف الإختلاف كلماتي لن تعجب بعضكم أو جلكم أو كلكم أعرف لكني سأقولها لأني رافض أن أكون من الخراف نحن مجتمع يرفض الاعتراف أنه مجتمع يعيش التخلف نحن مجتمع يصيح بكل صفاقة ويدعي أنه حامل لفكر مختلف نحن مجتمع يهوى التعالي من فراغ ويدعي أنه مجتمع مثقف يا ويل ما هذا القرف فقبول الاختلاف عندنا ليس إلا غلاف اختلاف اللون يؤذينا اختلاف الشكل يؤذينا اختلاف الفكر يؤذينا اختلاف الدين يؤذينا حتى اختلاف الجنس يؤذينا لذا نحاول اغتيال كل اختلاف فينا تحولنا لبعضنا سما زعاف نحن مجتمع أحمق من الحمق نتنازع على التفهات والترهات والخرافات ونرفض دوما أن نغوص في العمق ولا أبرئ أحدا لا مدنيين ولا ساسة لا من يستكين لبلادة الصمت ولا من يدعي فينا القداسة لا من يطبع الغرب كالأعمى ولا من يريد إعادة أمجاد الخلافة والنخاسة وتقطيع الأرجل من خلاف دعونا اليوم نجرب أن نغوص فينا في أعماقنا دعونا نجرب أن نعانق أرواحنا دعونا نجرب أن نعانق في الأرواح اختلافاتنا ها أنا أمامكم بلوني بشعري بشعري بأطواري بأفكاري أنا لا أخافكم أنا لا أخاف اختلافكم عني لأنني منكم ولأنكم مني دعونا نخلق فن دعونا نغوص في الحلم لنرسي ثقافة بلا سخافة ليكون الرقي فينا هو أسمى خلافة دعونا نذوب الأعراف والأجناس والأطياف والأفكار والألوان والأديان ولا نرى سوى الإنسان فقط سطور وما بين السطور ويفهم الرسالة الواتن السلي هذا الكلام يعزز الدستور الإسلامي اللي هو الدين الإسلامي وأنا لا أدو إلى الليبرالية أو التخلي على ديننا أو بالعكس أنا أؤمن بأن الدستور الإسلامي هو يحتوي كل هذه الأفكار ولكن بالحفاظ على الطريق المسلم فأنا أتمنى تتمتعوا بالقسيدة كما تتمتعت ما تمشوفين إلى لقاء آخر السلام عليكم أتمنى ترجمة نانسي قنقر